فجرت مجلة نيوزويك الأمريكية فضيحة كبرى تمثلت في وفاة معتقل أمريكي ذي بشرة سوداء ومصاب بمرض عقلي في زنزانة انفرادية بأحد السجون حيث اضطر إلى أكل برازه وشرب بوله بعدما اشتد به الجوع والعطش نتيجة الإهمال الذي عانى منه وقالت المجلة إن لاري يوجين برايس كان يواجه أو وجها معروفا لدى الشرطة في أركنساس وعلى الرغم من إصابته بمرض عقلي ولقي عليه القبض في صيف 2020 بعدما وجه إصبعه على شكل مسدس مهددا بقتل الموجودين بمركز شرطة وأنقل بعد ذلك لمركز اعتقال إذ استحال على الشرطة تهديئته أو التحدث إليه بسبب مرضه وعدم قدرته على التمييز وكان بإمكان لاري برايس نيل حريته مقابل دفع كفالة حددت مئة دولار لكنه بقي في السجن لأنه كان معدوما فضلا على أنه غير قادر على التمييز وبعد ذلك بعام واحد فقد تؤكد نيوزويك أنه غثر عليه ميتا في زنزانة الانفرادية نحيلا عاريا وسط بركة من المياه الراكدة المتسخة